السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة وفيديو جديد على قناتي شهيوة أمني زار بوسي سكويزي كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وانتم ما كتشاهدوا هالفيديو اليوم إن شاء الله غد نقدم مع بعديتنا واحد الفطيرة اللي كتجي رائعة وكتتحضر ضغياء ضغياء في واحد الوقت واجيز والمكونات ديلها بسات يعني غيكونوا في المنزل ديالك إن شاء الله تنال إعجاب ديالكم هاد الوصفة هاد اليوم ما تنسونيش من لايكاتكم وتعليقاتكم باش تشجعوني وتحفزوني نزيد نعطيكم مزيد من الوصفات كيني البنات تقولي احنا كانت تفرجوا فيك ولكن راح كانت نساو ما كانت نديروش لايك هنا فكرتكم ديروا لايك يلاجأت على خاطركم طبعا ويلعجبكم المحتوى طبعا واللي ما زال ما مشتركاش معاي في القناة كان راح حبيع تشترك معاي في القناة فضلا وليس أمرا وتفعل زر الجرس باش يوصلها الجديد ديالي إن شاء الله بسم الله على بركة الله نبدأ نعرض المقادر جوج كيسان دقيق الأبيض ملعقة مسوحة ديال خميرة الخبز ملعقة ديال السكر ملعقة كبيرة يعني متوسطة ما كبيرة ما صغيرة عندي هنا راس ملعقة صغيرة ديال خميرة الحلويات غير واحد شويم كندرش بسات وعندي نص مع القادية الملحة عندي هنا يا الياغورت الطبيعي أنا هنا كان عندي محلول وبغيت نستعمله في هذه العجينة يعني هو راح ماشي ضروري إذا متوفر عندك استعمله ما متوفرش عندك ممكن تعاوضيه مع القادية النيدو حليب غبرة أو لا اجوج مع القادية الحليب السائل أو لا ممكن تستغنو عليهم بتاسة يعني سكتافي بالمقادر الأخرى فقط سوف نضيف جوج مع القز كبار تقريبا إذا يزيد الزيتون سيكونوا هدوه من مكونات ديال هاد العجينة ونبدأ نجمعهم بالماء الدافئ يعني بطريقة اللي هي عادية نجمو كيف ممكن نجمو العجين ديالنا غير هو هاد العجينة هاديرا ما كندلكوها ما والو غير كندخلو هاد المكونات ببعضياتها وندخلو الماء في الدقيق مزيان باش ميبقاش عنا الدقيق ناشفو بحديته كنتأكدو ان الدقيق ديالنا كلو متشرب الماء وتكون العجينة طرية يعني ما تكونش قاسحة وما تكونش تتصق بزاف جارية بزاف اليدلا غير كندخلها كنتشفو معي في الفيديو عن غير جمعتها فقط مدلكتها موالو طافيا غاديندهنها بشوية ديال الزيت را ما اخدتش مني نهائيا لوقت نضيفها بشكل طريق و نضيفها نضيفها في ميكا و نضيفها نضيفها و نضيفها نضيفها بشئينة و نضيفها و نضيفها نضيفها و نضيفها نضيفها ملحة و نضيفها نضيف الفيطر المجمد نضيف لهم لحم المفروم نضيف الاستجار اضيف نصيف نضيف راس معلقة تحميره و راس معلقة كوركم سنحرك هذه العطرية مع هذه الحشوة تشرب هذه العطرية و تشرب هذه المكونات مع بعدياتهم نشحرها غير واحد شوية نضيف معلقة كبيرة المايونيز اختياري المايونيز نضيف متلة واحد للفرماج و تجينها في وسط الفاطرة نضيفها و نخويها في صحن اخر لاني انا بغيت نغسل هذه المكونات ستعملها هي اللي ستكون تعملها هيا سوف نطيب في الفاطرة نسوم اذا لديكم مقوناة اخرى اما تتلصقش و تجدوا الحشوة تبرد نيت في لفس المقونات و بلا ما سكثر عليكم قوة المماء هنا العجينة لها بعدما حولها والله العادة من فرنات راه خمرات ضغية ضغية و كيف توجد الحشوة؟ ونقسم بشكل عجج كورة من أسفل تكون كبيرة ونعطلها فقاء على المقلات كبيرة ممكن لقد أطلقها بشكل دائري مريم أولار لا تدفقي للغليد اوريس لا تأتي بشكل دائري اخذت المقلة بعد غسلتها وبردت ومسحتها جيدا من الماء ودهنتها بالزبدة الزبدة لا يوجد زبدة الزبدة لا يوجد زبدة الزبدة 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 فهذا ضروري الحشوة لكم تكون باردة نضيف الفرماج الذي لا يستغنى عليه نهائيا الفرماج لا يعطي اضافة فقط تعليقه وشوية لنكهة عندك ديريه لا تديريه يعني عديه بالليكه حتى انا مرة لا يكونش عنديه هنا اختيت هذه العجينة او هذه التائرة اللي صغيرة ونطلقها كذلك بشكل دائري ونضعها عن وجه الفطيرة ونحاول زوائد نحيدهم بشكل دائري ونضعهم دقصة بالعجينة انا حاولت نحيدها بسكين ولكن ما بغتش تحيد لي فلهذا ندير المقص نحيدها بالمقص نحيد الزوائد خلص فقط اللي غير طليل حشوة ونبدأ نرد هذه العجينة اللي في الجناب على العجينة ولكن هنا نحلها ونمسح الجوانب بالمال لانني اطلقت العجينة بالدقيق وعلى ما لاحظت انها ما بغتش تسقلية هذه العجينة على الجناب دي العجينة اللي حتت من الفوق فليها بس تعمل شوية غايك نفزدق هذه الشيسة تحت الربيني واحد شوية وتندوز على الجناب باش تلسقلية العجينة مني نبغي نقلبها مني نبغي نقلبها مني نحص جديد محزنتم معي من طيحوش جنتم من خاطئ اللي قحت فيها انا يعني هكا هيت تدت مزيان ما بقتش غدي تحل مازال العافية تكون عليها جشكلها كيف لاحظتم معي وتكون مهيلة ونبقى ونضور المقلة دياننا على الجوانب نتحمر جيدا كنت قبل غيم الفوق لن نتنفخ بزيف و لن تنفس ما داخلنا ندقصة نحاول الغيم نتجل قليل تنقرب و انا قام لتحمرات على القياس لان تحمرات قليل فعلا اردوا لبال لان تحمر لان معافية سكر تتحمر و هاد العجين تتغيق الطيب يعني تغيق التهوى و تغيق الطيب من الداخل و كيف لاحظت العافية مهيلة نخليها مرة مرة كنعاود ندورها هنا زعمار اني بغيت ندير فارني حادقة و قلبت قلبت الفاطيرة ديالي في الدية وهي تشوطني واحد شواطة مدك شرفيح انا ملفك الفاطائر والاسميتو كنبغي نشدك شخون بيد ديالي ولكن هدي حرقات اتنيني بديل بالصح سوف نقلب هكا اغيهكا على الجوانب تكت تتحمر شفو يديرا كنوريكم زعمية ديت حرقات لي انا غان دير هاداك الصحن و غادي اه نقلبها انا كنت غادي ندير هاداك الوجه اللي كان في التحت هو اللي كتغان ديرو على الوجه ديالفاطر ولكن مني قلبتها و شفت هاد المناية ضرع عجبني بزات هادوك الجوانب اللي جميز عطا واحد اللي مني دارت زوين و محي مره زوينة فقررت ان هاداك القاع اللي كانت تحت هو اللي غادي نديرو في الوجه يعني كيف قلت لكم انا كنكون و كنديرو واحد وصول افكار تبقى و يجيو غبو حدهم هنا قدرت الجبن من الفوق و غدني انا غطيه بواحد الصحن او لا شي غطايا و خليزه احتدى برشيتها كواحد شوية ديال القصبور و المعد نوسك كمن فوق بشي اعطيوني هكا يدارو اللوين يعني هكلا مسا تخفي فركة عطيكم المنظر و كيف قلت لكم قبيلة ف اول فيديو راجي تتلخر و ننكحلها و هاد السكين عندي ماضي و قلست نقطع فاطرة و نسيت راسي اني نقطع فالمقلاء و المقلاء عندي ما تتلصقش يعني محافظة عليها كم تخليها كغلح و يجتلي سنبغي ندير فيها اه ما يلصقوش لي ايه و قلست انتو مفاد المرحلة هادي قلست كنت دي و نجيب في الموسي و من ناحية الفاطرة و انا نتضمو حد الصدماء كنت غانس خف اللي عندكم و المناس اه بقات فيها الصراحة جرحتها بالموس لانا جرحتها بجريحة خايبة يعني تقدرت بقتل استقلية من بعد و لكن من الخطأ يتعلم الانسان مرة اخرى منعاودهاش و مرة اخرى يعني في مقالة اخرى ما غادش نعاودها فلي هادا كم تصحكم ما تديروش لموس بحالي في المقالة ديالكم باش ما تخسروهاش حتى تحطوها في الصحن دي التقديم هذا قطعوها فكي يكون هادا هو الشكل النهائي دي الفاطرة ديالي شوفوا ما شاء الله ديك الحشوة كتجي معلكا من الداخل و كتجي شهية العجينة شوفوا را ما تجي شغلة ايضا نهائين كتجي رقيقة و طايبة زعماء ما عندي ما نقول احنا را قطعوها بدي و قطعوها تشتليها و عضيت باش شوفوا را هادا تتعضي غير غير ذاك الشرطة بو زوين ايه و غادي نقول لكم مع السلامة الى فيديو قادم ان شاء الله ما تنسونيش عفاكم من لايكاتكم و تعليقاتكم اللي ستشجعني بزا فكتخليني نزيد نصور لكم الفيديوهات و اللي ما زال ما مشتركاش مرحبا باش تشترك القناة فضلا وليس امرا غادي نقول لكم مع السلامة الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة